ناقش سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عز الدين الأصباحي مع مساعد أمين السر الدائم بالأكاديمية الملكية المغربية في الرباط الدكتور تامر البشير ومقرر الأكاديمية الدكتور مصطفى الزباخ التحذيرات الخاصة بإقامة ندوة التراث اللغوي والأثري في اليمن ومن المقرر إقامة الندوة بمشاركة علماء متخصصين باللغات القديمة وخبراء في التراث الأثري لليمن كما تهدف الندوة إلى التعريف بالعمق الحضاري لليمن وتنوعه الثقافي المتميز وذلك ضمن برنامج إبرازل المشترك الثقافي بين البلدين الشقيقين وأوضح السفير الأصبحي أن الندوة تهدف لإظهار التنوع الثقافي في اليمن والتعريف بالحضارة الإنسانية المشتركة حضر اللقاء مسؤول الإعلام والعلاقات في السفارة اليمنية بالرباط إيمان الحيدري